وآخر هذه الأكاذيب بالرغم أن الناس يعرفون رأيي في الماك أنا ضد مشروع الماك من الألف إلى الياء من الأي تو زيت من الآل زيت ضد كل ما يقولون ضد أفكارهم الانفصالية لكن هذا لا يمنعني أن أقول كلمة حق وإنصاف نعم داخل الماك كائن عنصريين نعم داخل الماك كائن إقصائيين نعم داخل الماك موجودين الانفصاليين وكائن البعض اللي لم يجد أمامه إلا الماك مثل الذي لم يجد أمامه إلا المخدرات يرى أن هناك لم يعد هناك حل مع هذه العصابات وخاصة الماك انتشر وظهر بعد الأحداث الإجرامية اللي حتثت في منطقة القبيل في 2001 وبعد مقتل أكثر من 127 شاب تتراوح المصادر ما بين 127 و 128 وجرح الآلاف وتعذيب الآلاف وتشريد آلاف وتدمير حياة عشرة الآلاف انتشر الماك ومضى اليوم أصدرت ما يتسمى بوزارة الدفاع والوزارة الجنيرالات فقال استكمال التحقيقات الأمنية المتعلقة بالعملية المنفذة في أواخر مارس 2021 من طرف المصالح الأمنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والمتعلقة بتفكيك خلية إجرامية متكونة من المنتسبين للحركة الانفصالية معك متورطين في التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية بعدة مناطق من الوطن بالإضافة إلى حجز أسلحة حربية ومتفجيرات كانت موجهة لتنفيذ مخططات لها الإجرامية تم الكشف عن الأعداد لمؤامرة خطيرة تستهدف البلاد من طرف هذه الحركة حيث اتضح من خلال الاعترافات الخطيرة التي أدل بها العضو السابق في حركة الماك التخريبية المدعو حاء نوردين للمصالح الأمنية عن وجود مخطط إجرامي خبيث يعتمد على تنفيذ هذه التفجيرات ومن ثم استغلال صور تلك العمليات في حملاتها المغرضة والهدامة كذريع الاستجداء التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية حيث تورط في هذا المخطط عدة عناصر منتمية للحركة الانفصالية ماك تلقت تدريبات قتالية في الخارج وبتمويل ودعم دول أجنبية تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية التي تعكس مدى يقضة المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني وقدرتها على إحباط المخططات الإجرامية لا تزال متواصلة لتوقيف جميع المتورطين في هذه المجموعة التخريبية التي تستهدف زراء زعزعة أمن واستقرار ووحدة البلاد كتسمع هاك تقول انتبه لهؤلاء عندهم حب الوطني عندهم وقف وليس هؤلاء اللي فاتحين الأجواء للطائرات الغربية كل الطائرات الغربية الآن والروسية وغيرها اللي رأيه في العسكرية وفاتحين الموانئ للبوارج الحربية الغربية وغير الغربية والروسية والصينية وفاتحين الخزائن على البلاد لهذه الدول تنهب ما تشاء تقول انتهم حبسوا ثم إذن الآن بعد الشيطنة اللي اتعرضت لها رشاد وبشدة في الفترة السابقة قلنا انها آخرين سيأتي دورهم لأنه عندهم استراتيجية ودرت نكلمكم على هذه استراتيجية بعد الشيطنة انتع رشاد في قضية الدحدوح في قضية الدقيوس في قضية القاصر شتوان سعيد في مجموعة من القضايا وبعدها إصدار حكام بالسجن بلا حدود على عضاء رشاد وغير عضاء رشاد محمد عبد الله أو محمد بن حليمة أو أمير ديزاد اللي هم مش أعضاء بحركة رشاد هم أيضا أو أخونا عبود هشام اللي ما عندهمش علاقة عضوية بحركة رشاد اللهم اللي لا يعرفوا بعض العناصر أو بعض العضاء تعالحركة وأنا شخصيا مصادرين عليها الآن أكثر من 60 سنة أو 70 سنة سجن والأحكام اللي ما سمعتش بها أكثر من اللي سمعت بها وغيرها بعد هذه الشيطنة الآن يرتبوا في الشيطنة للمعق والهدف لماذا؟ خلاصتها كما قلت والناس يعرفون يعرفوا موظفي أنا معترض على المعق في المطلق يعني فكرة تقسيم الجزائر وعزل منطقة القبيل منها والحديث على ضرورة انفصالها واستقلالها هذه جريمة جريمة في حق منطقة القبيل قبل أن تكون جريمة في حق الجزائريين والحقيقة أن الناس كلها تعرف أن الماك لا شعبية لها في منطقة القبيل أنها ربما لا تتجاوز نسبة الشعبية عندها ربما في أفضل الحالات لا تتجاوز الواحد في المئة والحقيقة أن أخوانا القبيل هم المعنيين الأولين كلنا معنيين كجزائرين ولكن طبيعة الحال أهل المنطقة هم أكثر مقصودين بالقضية وهم عارفين أن مشروع مثل هذا قد يؤدي إلى حرب أهلية في منطقة القبيل لأنه ليس الأغلبية المطلقة كازيتو تاريتي تاري قبيل ضد المشروع تاري ما لكنهم ضدوا لكن في نهاية المطاف هذا هو خوتهم إخوانهم وهم إخواننا هذا هو في نفس الوطن أبناء الوطن وابناء المنطقة والخطاب معهم ونقاش معهم يكون بالكلم مادام الماك أو غير الماك هنا الحديث عن الجميع مادام ما رفعش سلاح وبدأ ينفذ في مشروعه بالسلاح فيبقى على مستوى الكلام يبقى على مستوى الكلام على مستوى الأفكار تبقى على مستوى الأفكار ولا منذ سنوات طويلة يعرفون ناس رأي في هذا الموضوع في موضوع طبعا أنا إذا كان غدوة يرفض السلح نقولوا لا هذا نواجههم ولو بسلح لقضية بلاد لكننا نحن منش في هذا الوضع نرى هنا في حراك سلمي ومدام هؤلاء لم يعتدوا بسلح فتبقى النقاش بالحديث وأولي أولي الناس هم أهل المنطقة اللي يعرفوا كيفش يخاطبوهم كاللي البعض هما من نفس الأسرة نفس العائلة نفس الدشرة نفس القبيلة فهم قادرين على إقناعهم لكن في وضع التردي هذا تعالنظام والتصرفات تعالنظام بالعكس الماك هذا إذا مش مخترق ونحن لا نستبعد أنه عنده مختراقات في مستويات معينة حتى لو افترضنا ما هوش مخترق فإن الناس تتجه للتطرف مع هذه العصابات لكن ما دام لم ينتقل أحدا إلى العنف المسلح فيبقى الحديث معاه هو حديث لكن هم ما هوش هذا القصد لأنه نهار اللي تحدثوا هذه العملية في شهر مارس قالوا قبضوا على خمسة أشخاص ومن بعد قالوا أنه بعد يومين من التحقيق أو ثلاثة قالوا طلقوا أربعة داروا لهم داروا لهم إجراء رقابة قضائية وواحد يبقى عند العصابات الدليل هم يذكروا اليوم في اسمه ويبدأوا أن اسمه حا نوردين إذن كيفاش يعودوا متهمين بأنهم كانوا رحوا يفجروا قنابل السؤال الأول كيف يكون واحد رح يفجر قنابل ومبعدلوا رقابة قضائية يعني أصلا قصتكم مضروبة من البداية مثل قصة دحدوح بدأت من البداية مضروبة يعني قصة متهالكة متهافتة يعني لا تستقيم أي واحد عنده عقل يقولك هذا مش منطق انتوما ناس مرات يكتب يدير لايك في الفيسبوك وعتقلتهم كالي يداروا لايك اعتقلتهم او كتبوا تعليق اعتقلتهم وكالي يرم في السجن بسبب ذلك كالي يمشوا في الحراك يرم في السجن ذكرنا ذكرنا قبل بارح نظن لو البارح لو البارح في اللايف ذكرت واحد من إخواننا عسكري دار لايك نمشى في الحراك نمشى رح مسجون في البولية فكيف يعقل أنه ناس كانوا رح يديروا قنابل تطلقوهم رقابة قضائية إذن القصة مش صحيح هذه بسبب الرداء اللي عندكم واللي تحتف الكذب ما تعرفوش تكذبو الأمر الثاني ما هي الدلائل أو رح ينجيبو دحدوح آخر توروف تليفزيون ويخرجوا احنا نعرفو أنه اللي يدخل عندكم يقدر يقول أنا دبت زلزال تعب جاية هذا اللي فات ولا زلزال تعبو مرداس ولا زلزال تعشلف الثمانينات هو تحت التعذيب راكم وصلته إلى اختصاب الرجال راكم وصلته إلى أنك متحمته والناس طح والناس تحت التعذيب ما في العهد الإسلامي الأول لما كان القراشيين الكفار يعذبون المسلمين المؤمنين الشدد قال لهم قال لهم رسول الرحمة والإنسانية لا عليكم سبوا مش 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 مشكلة إلا قال لكم سبوني سبوني راك تحت التعذيب ونزلت الآيات وأكد ذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان راك تحت الإكراه قول أي شي نجيك فما بالي في هذا الزمن ذلك الزمن ما زال ما عندهمش كل إبداعات التعذيب كما نشأ في البلدان الغربية وروسيا ومشابها ولي تعلمت هذه المخابرات تعلمت غير دعاوي الشر وهذه الأفعال إذن واضح أن القصة متهالكة وواضح أن القضية أنهم القورواحهم شيطانة رشاد وحدها القورواحهم أنهم سيجدون غضب داخلي كبير جدا لأن أقل شي يقولهم الناس طيب هؤلاء الناس يدافعوا على وحدة البلاد مسالمين نعرفوهم منذ سنوات طويلة ما عندهمش علاقات خارجية مشبوهة مواقفهم واضحة وتتهمونهم بالإرهاب أما لا قال لك خلي نزيدونهم الماء باش نبيعوا تشينا بالبطاطا كما زمان زمان كي تروح تشري البطاطا كما رهي الآن الآن رهي أسعارها ترتفع لكن زمان كان السعر مازال معقول ما يرفض لكش بزاف السعر لكن واش يقول لك يقول لك دي معها تشينا دي مع البرتقال هذه القضية اليوم إذن هي الاتهام الحقيقي موجه لرشاد ولدورها في الحرك لكن احنا قلنا أن رشاد قطرة في الحرك وأنك أنتم هذه جعل رشاد بعبع لتخويف الناس هذا لن يمر وأن في نهاية المطاف حتى لو نختفي غدا جميعا ستستمر هذه الثورة الشعبية إنها ثورة شعب إنها فكرة والفكرة لا تموت فحبوا يضيفوا لها الماك وكأنها باش يمروها عن جزء من الجزائريين بمعنى أن الماك لتمريرها داخليا لتمرير التهمة على رشاد والماك وضرب الحرك والهدف هو ضرب الحرك الماك ليس من الحرك الماك تقول أنا لا أعترف من الحرك وأنا أريد انفصال منطقة منطقة القبيل يدوا 1% وخلوا 99% هاو المنطقة اللي مطروح عندهم ولذلك الأغلبية كازيتو طالية ليس الأغلبية فقط تأخوتنا القبيل ضد المشروع تالماك لكن كما قلنا هذا نقاش جاري في المنطقة والناس رأي عارفك في شر الدليل لكن هم الهدف الحقيقة أن الماك من أجل تمريره عند بعض الجزائريين اللي يخوفوهم بقضية كسر الجزائر بقضية تقسيم الجزائر اللي في مشروع الماك فيمروها ورشاد تمريرها من أجل خارج يعني الخارج حركة وطنية تحررية مثل الرشاد ما تساعدهمش فهي المقصودة رشاد أساساً ولكن دخلوا الماك في محاولة لإسكاد جزء من الداخل الغاضب من الحركة الانفصالية أو من الدعوة الانفصالية للماك أو غير الماك وكما عبر عليها خورة المحامي شويطر سوفيان شويطر قال لك أن هل نقرأ بالضبط نكتب جملة ممتازة يقول فيها استهداف الماك استهداف الماك من أجل استعطاف من الداخل واستهداف رشاد من أجل استعطاف من الخارج هذه هي الحقيقة هذه هي الحقيقة وهي ضرب الحرك وتكسير الحرك وتخويف الحركيين واعتقالهم بهذه الطريقة مرسوها وشافوا بل ما جبتش نتيجة هم يضعفوا بل يجيب نتيجة الآن خاصة وأنهم يغرقون في موضوع الانتخابات التشريعية لكن الهدف ضرب رشاد مر جب معها الماك بيح الجزائرين في الداخل وفي الخارج بيع لهم رشاد واتهمها إسلامية ومن إسلامية إرهابية وسهل الأمور يعيشون في زمن آخر يعيشون في زمن آخر المشكلة اللي هي فيه هنا واشنو هي المشكلة؟ المشكلة أن رشاد موجودة في الداخل والعدد الكبير من رشاد هو في الداخل بطبيعة الحالة لكن رشاد موجود أيضا في الخارج وفي الخارج في الغالب موجودة في دول أوروبية وحتى في أمريكا الشمالية كندا والولايات المتحدة وغيرها هذه الدول كندا والولايات المتحدة بشكل أساسي وبريطانيا وفرنسا هذه تأخذ ما تسميه حرب عالمية على الإرهاب يعني أنتم تقولون لهم أنتم يا كرعين المعيز والمعيز أشرف منكم على الأقل الناس تأكل لحمهم وتشرب البنهم أنتم تجوا للقوى الغربية الإمبراطورية التي خاضت حرب ولا تزال على ما تسميه الإرهاب جيد تقول لهم فلان وفلان عندكم فلان وفلان وفلان في فرنسا وفي سويسرا وفي كندا وفي الولايات المتحدة وفي بريطانيا وفي ألمانيا ومإرهابيين أنتم تقولون ماذا الكلام في الحقيقة أنتم الهدف انتعكم هو إعلامي لأنكم عارفين أنها عند هذه الدول يقول لكم خلونا منها ما تبلغوش ما تقول ليش جدي عاش 200 سنة مشارح صدقك حتى واحد يقول لهم خلونا في حدود معينة التهموهم بأنهم متطرفين أصحاب أفكار متطرفة أصحاب بالصحة ماشي إرهاب إرهاب معنى عنف مسلح عنف مسلح القيامة تقوم هنا لو كان بريطانيا هنا يعرفون أو عرفوا في هذه 26 سنة أنها مقيم في هذه البلاد تقريبا عندي جرام في قضية العنف المسلح في رأسي فكرة لو كان يعطقلت منذ سنوات طويلة هذا الناس أرسلوا بجيوشهم وساطيلهم و بحارب يعني ما خلوش شيء وما بحثوه شيء حارب والإرهاب عن حق أو عن باطل موجودة جماعات أو غير مش موجودة مهم حرب عالمية على الإرهاب أنتم يا كرعين لمعيز ورولهم بلي فلان أو فلان أو فلان هما هذ الناس عايشين عندهم عايشين في بلدانهم هذه البلدان متلعبش بأمنها متلعبش آه صحيح ما يدخلوش فيك ما يجوش يفرضو عليك أخدم معانا أو قلنا عمرها ولا يديروها ولما يديروها مع واحد والله زره لثلاثة هما اللي مش معروفين نهائيا واللي ممكن يجيبولهم معلومة هنا أو لهيه لكن بمجرد واحد يخرج ويقول جاتني المخابرات وحبت نخدم معها تخوم القيامة في هذه البلدان لا يقبلون ذلك لا يقبلون أنا أحكي خاصة عن دول الأنجلوسكسونية كندا الولايات المتحدة بريطانيا أستراليا نيوزيلندا إلى آخره إذن راحين بالنسبة إليهم هذا مش حيمشي لكن العصابة هذه واللي رهم يعطوها في المعلومات تكلمتكم أول أمس من خلال الكتاب أنت أخونا عباس عروة ويوسف جاوي وأخوانهم اللي هو دفاعنا على الحراك كيف أن هناك مجموعات وجماعات ضغط مرتبطة بالمخابرات وأحيانا هي مخابرات إماراتية فرنسية تتلاعب بهذا العصابة القائمة يعطوهم في معلومات ويعطوهم في أشياء إلى آخره فهم هذا التعامل مع إيف بوني ومع دينيسي والمازري وإلى آخره هذا التعامل اللي يريدونه يعني تخرج من بعض الأفريكازي وتخرج بعض الجرائد والمجلات اللي هما يدعموا فيها أو يدفعوا لها في أموال الشعب الجزائري تخرج تسمينها إرهابيين وتسمينها إسلاميين متطرفين وتسمينها فقط من أجل محاولة التأثير على الرأي العام الخارجي لكن عارفين في النهاية أن هذه الدول لا تصدقهم وتعتبرها إيهانة لأجهزتها إذا اتهمت فلان وفلان وفلان اللي هما موجودين في هذه الأراضي ومقيمين مرات لفترات طويلة وتجي تقول لي باللي أنت ركوريتني الإرهابيين وهذا مش صحيح لكنهم ماضيين ماشيين في موضوع على الأرجح أننا في الأيام القادمة والأصابيع القادمة سيخرجوا بتصنيف حركة رشاد إرهابية وتصنيف حركة الماك إرهابية البيع كما قلنا البطاطا مع تشينة الهدف عارفين أن حركة رشاد حركة في الحقيقة هي وسيلة وليست هدف وعارفين أن الماك مش مقبول حتى في مناطق القبيل فما بالك أن يقبل في مناطق الجزائر عارفين فالهدف إذن هو ضرب ثورة الشعب الجزائري ضرب حراك الشعب الجزائري رفض التغيير المطلق إعادة بناء برلمان كما برلمانات بوتفليقة إعادة بناء شخص كما بوتفليقة تبون المزور اللي في الحقيقة الوضع تحت حكمه وإن كان هو واجهة مدنية فقط أسوأ بكثير من حكم بوتفليقة في الفترة الأخيرة على الأقل الهدف هو أن يبقى الشعب الجزائري تحت الرونجيرس انتعى الجنيرالات المتخلفين القتلى المجرمين اللي رهم يخونوا في البلاد علنا ورهم يبعثوا في جيش في السر الآن أرسلوا حناصر المخابرات وأرسلوا قوات خاصة من أجل الدفاع أو من أجل خدمة الاستعمار كميليشيات في دل الاستعمار هذا هو الهدف الهدف أن تبقى هذه البلاد بكل ما لديها من إمكانيات تبقى كسيحة معاقة وتبقى تنهبها الدول الصغيرة والكبيرة تنهبها الشركات الصغيرة والكبيرة بمشاركة الجنيرالات والوزراء والسفراء وكبار القضاة والآباء الهدف أن تظل الإمارات تعبث بالبلاد بلا حدود وفرنسا من وراءها تعبث إلى أقصى الحدود هذا هو الهدف الحقيقي الهدف أن لا تعود لهذه البلاد قوتها ولا إمكانياتها فيقوم اتحاد مغاربي فيغير الموازين في البحر المتوسط ويغير الموازين في المنطقة ككل لأن البحر المتوسط هو قلب العالم كل حضارات العالم التي قامت قامت تقريبا على استثناء واحدة أو اثنين كل البقية قامت حول البحر المتوسط من الإغريق إلى الفرس إلى الرومان إلى المسلمين إلى ما قبل المسلمين إلى ما بعد المسلمين كلها قامت حول البحر المتوسط نحن نتوقع كل شيء نحن عارفين كل شيء لكن ثباتنا هو من ثبات هذا الشعب مش صحيح نتغيره مهما فعلتم ظل الاستعمار الفرنساوي اعتقد بعد مئة وخمسة وعشرين سنة أنه سيطر البلاد لما مر قرن في الفتسعمائل وثلاثين داروا احتفالات كبرى احتفالات كبرى في الفتسعمائل وثلاثين بمرور قرن على إخضاع الجزائر واستعمارها وإخراجها إلى الأبد من التاريخ وجعلها منطقة جزء من فرنسا لا يتجزأ اشتركوا في القناة